اكثر ثارة يمكن انه يستغل هالهاكر حتى يبدي يستغل الاستعلام اللي انتكات بخلال الكود البرمج مالتك انه يعمل انجكشن الى الكويري انجكشن بنسبة الى الاستعلام طيب كيف هذا الامر في الاساس يكون وما هي مدى حساسية هذا الامر الامر جدا خطير طبعا انه انت اوكي كاتب الكويري بشكل صحيح في حالة عملية تطابق مثلا كلمة السر والمرور مع كلمة السر والمرور اللي راح يدخلها لك المستخدم من خلال التكس بوكس اه للمستخدم فوكي انت كاتب الكويري بشكل صحيح لكن يمكن انه يستغل هذا الشي ويبدي غير هو في الكويري نتيجة لانه انت تاخذ فيلت او تاخذ الانبوت بشكل مباشر وتبدي تقارنها او تدخلها على الكويري اه خنشوف كيف راح يبدي يستغل الهاكر هذا الشي في الاساس ان العملية مو صعبة نهائيا لاحظ معي اللو انا مثلا عندي اا عملية انا حتى اعمل check اعمل select طبعا مثلا تلاحظ عندي في الاسفل انه اعمل select username والname وين يكون عندك ال Password يعني ادي اعمل select عليه ان ذني كلهن عندما يكون عندي الشرط ايش الشرط لاحظ الشرط ال user ID عندما يكون ال user ID هو يساوي عندك 105 اوكي هذه الأور اللي يوضحها للهكر يمكن أنه يضحها أثناء الفيض طبعا أنه فقط يقول الأور يعني 1 equal to 1 وطبعا الأور هنا هي أوبريتر منطقية ينفد لك السيلكت دائما إذا كان أعطاك نتيجة واحدة صحيحة يعني إذا أعطاك نتيجة واحدة صحيحة فهو إيش ضاف ضاف أوبريتر منطقية تعطيك دائما نتيجة صحيحة باعتبرنا أن الواحد هو أصلا يساوي واحد إلى الأبد أو يمكن أنه يكتب أي شيء يعطي نتيجة صحيحة طيب هو كيف رح يبدأ يدخل عندك هذا الأور أوكي هذه الأور كيف رح يبدأ يدخلها في الأساس أنت كاتب أنه where مثلا أنه username يساوي عندك username اللي هو جاي والpassword هو أيضا يجي من الpassword أوكي اللي رح يعمله أنه هو في الفيلد هذا اللي موجود لاحظة هذا الفيلد اللي موجود هنا رح يبدأ يكتب بعد المية وخمسة مثلا الuser id يبدي يكتب or ثم على ذلك واحد يساوي عندك واحد أوكي هذا يبدي يكتبه ضمن الفيلد ثم على ذلك يعمل login وهذا رح يبدي يتنفذ عندك ضمن الكويري أوكي وبالتالي لمن ينتقل على الكويري رح يبدي يضيف هذه الأور هذه الأور رح يبدي يضيفها وبالتالي رح يبدي ينفذ حتى مثلا أنه في حال عدم تطابق الشرط اللي انت وضعه في الأساس أوكي فمثلا عندك الuser name هنا لاحظ عندي مثلا يوزر name هنا وعندي الpassword أوكي فأجي مثلا على الpassword بطريقة ما وقل له مثلا or وثم على ذلك واحد يساوي واحد طبعا هذا حسب الdbms المستخدم سوى mysql أو sql server فبالتالي هذا هو رح يبدي يأخذ بنظر الاحتبار ويبدي يدخل عندك ضمن الكويري اللي موجوده ورح يبدي ينفذها وحتى أنه في حال عدم تطابق الuser name والpassword للمستخدم طبعا حتى نمنح هذا الشيء يعني في الأساس أنه الحالية تستخدم بالنسبة تقنيات تقنية link أو مثلا تستخدم تقنية entity framework للتعامل مع قواعد البيانات اللي هي في الأساس تكون محمية من هذه الinjection أما إذا انت deductive query طبعا لازم أنه تاخذ بنظر الاحتبار أنه تحمل من الinjection مثلا تقوم بإنشاء story procedure أو الجراءات المخزنة داخل قاعدة البيانات وتقوم باستدعاء الإجراءة المخزنة وطبيعة الحال هذا رح يمنع عملية الinjection أو يمكن أنه تقوم بوضع استثناءات معينة من عملية إدخال بعض الأمور أو بعض الكاريكتر هنا على الinput اللي انت موجهة إلى المستخدم اللي انت موجهة إلى المستخدم